اشتركوا في القناة في البداية في الفترة المسائية الى الليل الامطار ستكون حاضرة على ولايات جيجل ولايات بيجاية وايضا ولايات زيوزو بومرداس جزال عاصمة بومرداس وجزال عاصمة كما قلنا تيبازا ولاية شلفة مستغان موهران عينة واشنط واتنمسان ايضا الامطار ستشمل معسكر وغريزان ولاية السعيدة وسيدي بالعباس تسمسيل تلمدية عين الدفلة شمال الاغواط شمال الجلفة بين الله تعالى وايضا منطقة خمس مليانة ايضا تيارت ستشهد امطار غازيرة ان شاء الله في الفترة المسائية ايضا ولايات البويرة البوليدة برج بورالريج ولاية السطيف وايضا شمال ولاية المسيلة كلها مناطق معنية بالامطار ان شاء الله في الفترة الليلية هذا الاضطراب عفوا سينتقل للمناطق الشرقية سيشمل ولاية الطارف عنها بسكيك داجيجل وبيجاية ويبقى يشمل المناطق الوسطى والهضاب العليا بالاضافة الى ميلا وقسنطينا غالما وسقهراس وايضا املب واقبات ناخنشة وتبسة وشمال ولاية بسكرا اذن كل هذه المناطق هي معنية بالامطار وتبقى متواصلة الى صباحة الثلاثة التاسع من شهر فيفري متابعينا نرجو منكم اخذ كل الحيطة والحذر من خطر التساقط لحبات البرد رفقتها للامطار الغازيرة وايضا الرياح قوية ستهب على السواحة الغربية الوسطى وايضا الشرقية كل الخير نتمنى لجميع هذا والله اعلى وعلى ما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته